كان 12-12 ده كان 12-12 آه 12-12 فأنت كنت متفائل إمباريح إنه كان 11 واللقب 11 أنا إمباريح كان عندي إحساس بس الإحساس ده زاد قوي بعد ما هو ما جاب الجول ياه آه ده إحنا كلنا قصبنا بإحبار لا إحساس زاد عني إن الجنجي بدري مجاش متأخر ليه؟ لأن شكل الأداء هيتغير لأن إحنا في حاجة كانت موجودة أثرت في الناس كلها سواء بالسلب أو الإجاب بالنسبة لنحن بالسلب وبالنسبة للمغربة كانت بالإجاب إن المناتش محتاج جن واحد فهما جابوا الجول بعد نص ساعة أما حصل الجول ده جه مع ظروف المباراة في التوتر اللي كان موجود التوتر ده كان ليه نتيجة سلبية على فريق الوداد وكان ليه نتيجة إيجابية على النادي الأهلي بس بدأ يبان إمتى؟ بعد الهدف التحول ده بدأ يبان بعد الهدف إزاي؟ التوتر دايما يخلي اللعيب يعني لما بيكون موجود بيفقد جزء من التركيز بتاعه من ناحية الزهنية وبالتالي يأثر عليه عصبيا وبالتالي يأثر عليه بدنيا وبالتالي يأثر عليه فنيا فتلاقي الأداء بتاعه ياخد شكل فيه نعم الإهتزاز ما فيهوش توازن اللي حصل أن المغرب تطمنت بعد ما جابت الجول أو الودادة تطمن بعد ما جابت الجول فقال خلاص المباراة خلست بالمنظر ده لعيد الناد الأهلي مش كده لعيد الناد الأهلي بدأت تستعيد التوازن بتاعها خلال العشر ده الفضلة من الشروط الأول وفي الشروط طبعا التاني بيبقى ليش شكل مختلف وهو دائما حتى تقال شروط المدربين